اشتركوا في القناة 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 واللي بتنزل على البي سي والبلاي سيشن فايف بتكون بس عبارة عن اكوات قابلة التحميل ما فيها سيديايات جوا مثل نسخة الاسبوكس وهذا شي جدا غريب ليش ما تنزل اللعبة على سيديايات طالما عاتم نزلها فيزيكل لان بهذه الطريقة بروح اشتريها على طول ديجيتال من ستور ما راح اشتري وش سوي بالعلبة كذا بالحالها انه انتم من اشخاص تحمون جميع العلب بسالب الحركة الهبلة هذي برضو بذكركم بحركة الهبلة اللي صارت في احد المتاجر اللي عارض لك اكسبوك سيريس اس مع اللعبة فيزيكل ديسك والجهاز ديسك لس بسال فهذه مرة انتشرت واعتقدنا كانت افضل دعاية لهذا المتجر اني ما نتذكر اذا كان معروف ومين ولا لا سيمي علق عن مضوع وقال انه هذا على اغلب من هذا مغالطة المتجر وفعلا اكيد مو مايكروسوفت اللي راح تسوي هذي حركة الشي الثاني ممكن اللعبة تكون ايضا عبارة عن كود مو سي دي زي اللعبة تكلمنا عنها قبل شوي فممكن اتمنى ان هذا كل شي يكون صح لانه سوف اتبشر شوي لو كانت صدق بعض اللعبين لاحظوا ان الساسن سكيد اوديسي صارت تظهر فيها اعلانات الميراج بشكل مزعج اثناء اللعب يو بيسوفت اعتدرت قال صلحنا خلل ولم راح يتكرر هذا الموضوع مرة ثانية لكن في كثيرين من الجايمرز سواء هنا ولا برا يشوفون ان الموضوع مو خلل سارفت اعلانات داخل الالعاب اساسن قاعدة نسماحها من فترة حتى من مايكروسوفت لانه ممكن سير تطبق في العاب اكس بوكس وسلمان هنا يقول اعتقد منصير نشتر الالعاب مئة دولار من دون اعلانات او بسبعين وبعلانات ومسألات وقت ومين اول ان يطبقها ممكن نشوف متاقير صوليد فور ترجع قريب لانه شفنا ديفيد هيتر ماخ الصورة مع سنيك الشايب ويقول انه في عنده اشياء شغال عليها يقول انه كان عنده اجتمع رهيب هذاك اليوم حساوي غامر يقول راح تكون ضمن مجلد الثاني للكليكشن موضوع مش بعيد حتى تصدر اه فعلا بما انه عندنا كليكشن الاول فيه مجموعة كبيرة من العالم ويقول لكشن الثاني على اغلب يكون فيه اربعة وخمسة وفاتم بيكون فيه جراون زيروز وفور وفايف اه وش باقي بعيد من الجزال القديمة ممكن الجزال محمول جل فيه سوكر لا تسألون تابعوني عليك وتفعلون معي هناك لانه اغلب الاشياء يصير هنا يصلا جائعين من هناك لايك شير سبسكرايب اقترح موضوع عن سؤال فيها في حلقات السواليف اللي دائما تكون بين حلقات الأخبار سبحانك الله وبحمدك اشن الله الاله الانستغفرك وتوب اليك السلام عليكم